السلام عليكم إزايكم أخبار جديدة وأخبار مهمة جدا ورحية مبارح إسرائيل ارتكبت مجزرة غريبة جدا جدا مجزرة في الممر الإنساني اللي الجيش الإسرائيلي حطوا ليه تسليم ومساعدات للفلسطينيين الجيش الإسرائيلي مبارح قتل 112 فلسطيني بدم بارد ورحية المجزرة دي بتيجي في وقت إن الرئيس الأمريكي تلع قال لك الهدنة خلاص يوم لتنين وأنا متأكد تماما إنها هتبقى يوم لتنين تحس كده إن إسرائيل مش عاوز الهدنة أو إن إسرائيل بتلغم الهدنة وتفاصيل المجزرة نفسها بسعة بص لما حكي لك تفاصيل المجزرة دي مش هتصدق بس اللي أنا واقف عنده حاجة تانية خالص والكصة الأسية اللي عاوز أحكي لحضرتك عليها حاجة تانية خالص كصة مش هتسمعها في حتة تانية يعني بص اللي حول يقول لك ده أنا بأكد لحضرتك مش هتسمعها في حتة تانية لإن الإعلام الأمريكي نفسه بيردم عليه أو مش حاوز يطلعه من كم يوم راح واحد في سلاحة طيران الأمريكي ياسمه أرون بوش ناكل والحقيقة ده راجل بيعمل في سلاحة طيران أنا كنت فاكرا إن هو طيار لأن أول معلومة طلعت في وسائل الإعلام العربية مش الأمريكية وسائل الإعلام العربية إن الراجل ده طيار هم كتبوه كده طيار مش هنالبصف يعني بس الراجل اتضح إن هو بيعمل في سلاحة طيران الغريب هو ليه الراجل ده راح قدام السفارة الإسرائيلية وولع في نفسه الإعلام الأمريكي وحتى مجلس النواد في أمريكا حاولوا إن هم يفتحوا تحقيق ليه الراجل ده المفروض إن هو عائل جدا ورازين جدا يولع في نفسه قدام السفارة الإسرائيلية صحيفة واحدة بس كشفت السبب كارثي كارثي بص بش هتصدق لحلقه لك ليه الراجل ده ولع في نفسه هتلاقي كصة كبيرة جدا وغامضة جدا ومثيرة لأقصى درجة ليها أبعاد عمرك نتخيل بس عشان أقول لك عليها وكشف لك تفاصيلها لازم أقول لك تكسم لو وبشأن مقتل عشرات الفلسطينيين بين نراني جيش الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على المساعدات قال بايدن إنه يتابع الحادثة عن كثب وإن هناك تقارير متضاربة بشأنها وأكد أن الحادثة ستعقد مفاوضات الإفراج عن الرهائل قبل وكشف الموضوع قبل أكشف لك التفاصيل اللي خليني أقول لك إن إحنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو هو موقع اسمه في ناس بيبقى عندها مشكلة في تشخيص المرض بتاعها العلاجة هنا حيكون صعب أو إن إنت محتاج إن إنت تبص على دكتور خارجي هو اللي يشخص لك المرض بشكل كبير حقيقة دلوقتي الصفر للخارج بقى مكلف جدا جدا كونسل ماد بيعمل يبقى بيوصلك بالدكتور اللي بره يخليك تكلمه فيس تو فيس أو يخليك تكلمه فيديو يبص على الحالة ويشخصها لك من جير مسافر بيسهلك ويوفر لك حاجة كتير حقيقة كونسل ماد ما بقاش فقط موقع ده بقى أبليكيشن كمان والتطبيق ده بيوفر لك حتى العلاج فمش بيوصلك فقط للدكتور لا والدواء الجديد بقى عن كونسل ماد إن كمان ضافوا خدمة الجلسات النفسية طباء نفسيين من أفضل خبراء في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وده بيضمن لك أولا سرية تامة في جلسات العلاج النفسي وفي نفس الوقت السرعة الكبيرة جدا في العلاج بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا إن كونسل ماد بتفجر مفاجأة كبيرة وعمل برنامج لتدريب الأطباء في الخارج يعني يعني لو أنت طبيب ممكن تسافر برة تحصل على كورسات تدريب عن طريق كونسل ماد حتوفر لك أبرز المستشفيات وأفضلها وأفضل ضرامج تدريبية موجودة في أوروبا حتساعدك على تغيير مفهومك بشكل طب بشكل بي جدا وخلي بالك إن إجراءات الفيزا والسفر كل ده كونسل ماد بتخلصه لك وبتساعدك إن أنت تسافر لخارج هسيب لحرارك الرابط بتاع كونسل ماد أسفل الفيديو لأن الناس دي بتقدم من أفضل الخدمات الطبية اللي موجودة في الشرق الأوسط نغش في الموضوع لطول نغش في الموضوع لطول الجديد للمعالي النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك وأول مرة هتسمعه فيه ما يخص مجزرة جزة أول بيحصل في جزة حاليا حقيقة أنا عندي تفاصيل كتيرة عن المجزرة بس أنا عاوزة بتدي من قصة الطيار الأمريكي اللي راح يولع في نفسه قصاد السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأمريكية حقيقة القصة هتبتدي من حتة تانية خاصة لازم حضرتك تعرف إن دي مش أول حدثة مواطن أمريكي يروح ويولع في نفسه قصاد مبنى خاص بوزارة الخارجية الإسرائيلية ليه؟ لأن جريدة نيورك تامز نفسها وهي بتفرد عن الحدثة أو بتكشف عن الحدثة لازم حضرتك تعرف إنها قالت في معلومة في منطقة خطورة قلت لك على فكرة دي تاني حدثة لأن من كام يوم برضو راحت سيدة بتحمل العلم في فلسطين قصاد مبنى كونسولير الإسرائيلية في ولاية أطلنطا وولعت في نفسها طيب ليه الحدثة دي ما تمش التخطيع عنها إعلاميا أو ما تمش فرد عنها قصة لأن أولا مش عارفين يستدلوا عن الستة دي لحد دلوقتي هم عارفين إنها أمريكية بس مش عارفين هي مثلا من أصول عربية ولا مش من أصول عربية لأن مستوى الحروق فيها جامل جدا بس الستة دي ولعت في نفسها قصاد الكنسولير الإمريكية في ولاية أطلنطا ومحدش تجاب سير واللي زين في كده إنها مدنية يعني يا حيتي ما ممكن تكون هجرة غير شرعية وممكن تكون داخلت أمريكا مش بفيدا أصلا ليها كذا حجة الإعلام الأمريكي ممكن ما يغطيش القصة نعم قصة الراجل اللي اسمه عارون بوسنال الراجل اللي عنده 25 سنة وشجال في سلحة طيران اللي راح قدام السفارة الإسرائيلية وصور نفسه فيديو على منصة اسمها تويتش وقام منزل الفيديو ده وهو بيحرق في نفسه وقال أنا مش هتواطئ في المجزرة اللي بتحصل في إسرائيل وفري بلستاين أول حرية للفلسطين حرية للفلسطين وي دلق بنزين على نفسه والعفرة مشنال in his military uniform walking on the streets of D.C. up to the embassy and he's speaking quite calmly to the camera he says quote I will no longer be complicit in genocide I am about to engage in an extreme act of protest but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers it is not extreme at all this he says is what our ruling class has decided will be normal تحية نيويورك تابس بتكشف عن الحادثة دي من أولا لأك تقول لك على فكرة دازم تعرف ان أرون بوشنال الراجل ده متازن جدا وما بيحبش العنف ولازم حضرتك تعرف ان من ضمن ارتباطه بالقضايا في بلستانية حاجة واحد انهو في 2016 سافر لإسرائيل والضفة الغربية في رحلة مسيحية يعني الراجل ده متدين جدا جدا بيمشي في جامعات مسيحية على طول بيروح الكنيسة فجت مرة رحلة دينية لإسرائيل لزيارة المعالم الدينية المسيحية في إسرائيل والضفة الغربية فطلع في كده فعشان كده هو شاف الموضوع ده غير أي جندي أمريكي تاني مع صر القضايا الفلسطينية الراجل راح شاف بنفسه الإسرائيلين بيعملوا ايه في فلسطينيين الأرض محتلة ازاي الاختصاب ازاي العنف ازاي من إسرائيل الفلسطينيين وإيه في 2016 ماشي حقيقة حروب بوشنل بعد ما رجع من فلسطين لازم تعرف أن هو برضو ما زال متدين وما زال ما بيحبش غلم ولا أي حد لحد ما تم تجنيده في سلاحة طيران خد بالك أن الراجل ده ما طلعش طيار لا الراجل ده طلع حاجة أخطر بكتير جدا من الطيران الراجل ده شجان في الفرق السبعين الخاصة بالتجسس والاستطلاع لقوات الجوية الأمريكية يعني يعني الراجل ده يا باشا يتبع مخابرات الأمريكية في سلاحة طيران بيأخذ المعلومات اللي بتجيله ومن المخابرات الأمريكية يقعد يحللها ويدرسها تقريبا كده عشان كان نفس الشغل أو شغلانة مشابهة لجندي اللي اسمه تكسيرا تكسيرا ده الجندي اللي صرب وثائق على المخابرات الأمريكية فكان قاعد قدام جهاز بيسمح له الاطلاع على معلومات سرية في منطق خطور إنما عروف بوثنر ما صربش على أي حاجة خالص الراجل قلت لحضرتك إن الظاهر كده جاله معلومات أو عرفت معلومات أو اشتغل بيده على معلومات تخص المخابرات الأمريكية وعلاقتها بجزة بس نيويورك تاندلس طبعا ما بتسخوش على أي حاجة خالص ما بتجيبش سيلة دي تماما بتقولك هو شغال في فرقة الاستطلاع والمرأبة الخاصة بالمخابرات الأمريكية داخل سلاح الجو الأمريكي وما بتسخوش أي معلومات وتقولك هو فجأة كده قبل ما يروح يولع في نفسه كان نكلم صديقه وقال له والله أنا مش بشعر براحة أنا متضايق من اللي بيحصل وابتدى يبتعد عن الناس اللي حاوله وقبل الحادثة بيوم بعت رسالة لكل وكانت الأنباء قال لهم أنا حولع في نفسي وهبعت لكم الفيديو ودي رسالة تحذيرية والراجل صور نفسه هو بيولع في نفسه قدام مبنى السفارة والموضوع خلص هي المثير في الموضوع إن نائب في الكونجرس اسمه توم قاطن توم قاطن ده نائب جمهوري موالي تماما لإسرائيل يحب إسرائيل جدا بص الراجل ده أي حاجة يقولها جو بايدن رئيس الأمريكي تجاه إسرائيل ليطلع عن طاقة ده ما جبش سورة إسرائيل فلسطين يجب أن هم يتدبحوا وتوم قاطن ده كان في الجيش الأمريكي وقوات الخاصة الأمريكية وراجل يعني بيعشق الصهاينة بشكل كبير جدا فتوم قاطن راح سأل الجيش الأمريكي وحاول يستخلص منهم معلومات هل آآ الراجل اللي ولع في نفسه قصاد السفارة الإسرائيلية ده هل تم ملاحظة أي أفعال متطرفة منه ما هو عاوز يطلع عنه متطرف ما هو لازم يطلع يا إرهابي يا متطرف عشان يولع في نفسه اللي يعمل كده إرهابي من وجهة نظر يعني فالجيش الأمريكي يرد على توم قاطن قال له لأ ده الراجل ده مستقيم جدا ومش شفناش منه أي أفعال عدائية ولا أي حيث طب إيه القصة يعني ليه الراجل فجأة كده يولع في نفسه واخد بالك من الكلمة اللي قالها وهو رايح يولع في نفسه قدام السفارة قال لك أنا مش هتواطأ عن المجزرة الإسرائيلية كلمة مش هتواطأ دي اللي كشف المعلومة دي صحيفة واحدة بس واحدة بس من ضمن الصحف الأمريكية الشهيرة جدا ولا صحيفة أمريكية كشفت اللي حوله لك ده جير صحيفة واحدة قالت لك أعرون بوشنر كلم واحد صاحبه قال له أنا تحت إيدي معلومات سرية في منطقة خطورة قبل ما يروح يولع في نفسه على طول قال له أنا تحت إيدي معلومات وفائك سرية في منطقة خطورة فيه قوات أمريكية بتحارب في جزة في الأنفاء إيه رأيك في المعلومة خطيرة دي فيه قوات أمريكية في أنفاء جزة بتحارب واللي بطلع على كده جندي أمريكي ما صرفش المعلومة هو راح ولع في نفسه أصلا يعني ده مش عاوز ياخد ضنط زي ما عمل الجندي تكسيره قدام صحابه وهو تكسيره ده الجندي اللي كان بيصر بوثائك ده كان بيتنطق قدام صحابه بيثبت له من كلامه صح فكل شوية يطلع له مفيقة انما ده هو مش عاوز يثبت اي حاجة هو راح يولع في نفسه اصلا بالمناسبة انا لا بقى حرد ان احنا نولع في نفسنا ولا بقولك اللي هو عامله صحه ولا غلط ولا اي حاجة انا عاوز اقول له حضرتك ان دي مش قصة واحد رايح يولع في نفسه وعاوزين يطلعوه مجنون في الامريكي انا عاوز اقول له حضرتك ان دي قصة معلومات استخباراتي في منطقة خطورة عن تواجد عسكري امريكي في الانفاء لمحاربة حماس ولو كانت معلومات قبل كده بتطلع من الصحف اي كلام او تحليلات او تسريبات يا سيدي احنا بنتكلم على واحد يولع في نفسه عشان يثبت لك المعلوم دي صح فيه قوات امريكية في الانفاء تكلام في منطقة خطورة ده حاجة حاجة تانية عشان تعرف بس التناقض ماشي ازاي من كم يوم الرئيس الامريكي طلع علينا في مفاجأة صادمة وقال يا جماعة انا بتوقع ان الهدنة دي تفعل يوم لتنين قاطر احنا من نهار تلك جمعة انك يوم لتنين الهدنة هتفعل بين اسرائيل وحماس اخبرني مستشاري للامن القومي اننا قريبون من التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار مؤقت لكن انا لم ننتهي بعد امل ان نتوصل لذلك بحلول الاثنين وقلت لحضرتك ان نتانياهو نفسه فوق حسب مكانة انباء سي بي اس قلت لك نتانياهو فوق ان رئيس الامريكي بيقولك يوم لتنين ده هو ما كلمنيش اصلا كان نتانياهو يعني الرئيس الامريكي ما كلمنيش يشاورني في موضوع زي كده طلع يقول يوم لتنين دي وحتى مصادر اسرائيلية طلعت استغربت رئيس الامريكي يحط معد يوم لتنين دي אני مוביל מערכה מדינית שתחליטה לבלום את הלחצים שנועדו לסיים את המלחמה תרם זמנה ומנגד גם להשיג תמיכה יש לנו הצלחות לא מבוטלות בתחום הזה משום שהיום מתפרסם בארצות הברית סקר הרוורד הרס שמראה ששמונים ושניים אחוז מהציבור האמריקני תומך בישראל כלומר ארבעה מתוך חמישה אזרחים בארצות הברית תומכים בישראל ולא בחמאס וזה נותןו עוד משנקוח להמשיך במערכה עד לנצחון המ�וחלך اكتر من كده حماس حماس قالت لك انتو אين اللي بتفاعل اللي انت في ده מין قال من الهدنة يوم لتنين فكان فيه استغراض بس واضح جدا زي ما تقول كده ان رئيس الامريكي هيشتغل على يوم لتنين ده لتثبيت الهدنة او عمل الهدنة باي شكل ولو هو كان بيطخ كلام فهو كان بيضغط على الصهاينة وبيضغط على حماس بشكل اوباغر عشان ينفزوا الهدنة يوم لتنين ايش معنى يوم لتنين ما دي برضو معلومة لازم توقف عندها هل جو بايدن كان بيقول اي كلام ولا الراجل ده عنده برضو معلومة وحاجة بيشتغل عليها بص يا زي رئيس الامريكي بيحدد يوم لتنين لسان بسط جدا ان صحيفة اسمها اكسس الامريكية بقول لك هد بالك ان الرئيس الامريكي طلع يوم 8 فبراير امريكا يجب انها توقع على خطاب ضمان انها تستخدم الاسلحة الامريكية دي وفقا للقانون الدولي وانها مش هتمنع اي مساعدات انها تصل للمدنيين خلاص الخطاب ده خطاب الضمان ده حيتم العمل بيه على طول في الدول اللي هي عندها في حالة مواجهة وبتاخد اسلحة امريكية قدامها 45 يوم فقط للتوقيع على الخطاب ده اما الدول اللي مش في حالة مواجهة فقدامها 180 يوم لتوقيع وارسال الخطاب ضمان للادارة الامريكية انها ملتزمة بالقانون الدولي ومش هتستخدم الاسلحة دي لخارق القانون الدولي او هتمنع المساعدات الادارة الامريكية واضحة جدا انها عاوز اسرائيل توقع على خطاب ضمان بضمان استخدام الاسلحة الامريكية وفقا للقانون الدولي ليه؟ لان جات معلومات ان اسرائيل بتستهدف المدنيين باسلحة امريكية تعني الحاجة جات معلومات ان اسرائيل بتستهدف المدنيين بالفوسفور الابيض بيدرابه بمدنيين بفصفورة بيضا فالإدارة الأمريكية زي ما تقول كده بتعمل بونت لو أنت جيت فبقت المهضوع ده هتلاقي أن المذكرة دي تم تفعيلها يوم 8 فبراير معنى كده أن المذكرة دي بعد مرور 45 يوم عليها المفروض أنها يوم 23 مارس أنها تكون مفاعلة لو إسرائيل ما بعثتش الخطاب ده يوم 23 مارس أمريكا مش حينفع تبعث لها أسلحة فجو بايدن عاوز يوم لاتنين القادم اللي هو يوم في بداية الشهر يبقى خط أحمر كده وينفز الهدن ولو ما تتنفس يبقى يوم 10 يوم 12 أي يوم قبل يوم 23 اللي هو يوم مواجهة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل إنها مش تبعت أسلحة لإسرائيل عفكرة تاني أنا مش بنقدك ومش بقولك على فكرة ده في قوات أمريكية وأمريكا مش تبعت أسلحة أنا بقولش كده أنا بقول له حضرتك اللي طالع في الإعلام إيه مش كلام مطلقة خاضر أنا بقول له حضرتك دي الأخبار أمريكا مش عاوزة تبعت أسلحة لإسرائيل أو جو بايدن بيرسم كده للمجتمع الأمريكي إن أنا يوم 23 أو بنهاية شهر مارس مش حبعت أسلحة لإسرائيل لإن أنا لمطلقة مذكرة فهل المذكرة دي للضغط على الحكومة الإسرائيلية هل الحكومة الإسرائيلية مرغمة بعمل هدن قبل المذكرة دي متفاعل كده أو كده الرئيس الأمريكي عمل بونت بس بونت إعلام حب السؤال إسرائيل هتنفذ الهدنة ولا مش هتنفذ الهدنة عاوزة أقول له حضرتك هي إسرائيل كل شوية بتحاول تبوز الهدنة دي إزاي؟ أول حاجة نتنياهو طالعا أقول لك إيه حماس عاوزة تفرج عن قرابة 300 أو 400 فلسطيني قصادة 36 أو 40 أسير اللي حماس تفرج عنهم من جز فحماس هتسلم من 36 إلى 40 إسرائيلي لإسرائيل مقابل إن إسرائيل هتفرج عن 300 لـ 400 أسير فلسطين ليه الرقم من 300 إلى 400 ومن 36 لـ 40 لأن خلي بالك حماس هتبدل قصاد كل أسير إسرائيلي هتطلعه بعشرة أو 12 أو حتى 15 رقم جير معلوم لحد دلوقتي بس كل أسير حماس تفرج عنه هتطلع قصاده رقم ضخم من إسرائيل أقل حاجة 10 طلعه هتفرج عن 40 أسير إسرائيل ماشي كده فانتنياهو المفروض الهدنة ماشي صح الدنيا ماشي زي الفل طلعه أقول لك لا 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 هي حماس تفرج عن الناس دي ويرجعوا غزة لا مايرجعوش غزة دول يروحوا قطر أو يروحوا هو تركيا مايرجعوش لا في غزة ولا في مصر عشان مايرجعوش القطالتين هو بيركت ده أول شارل الإسرائيلية إن الصفقة الجديدة ستضم أسيراً إسرائيلياً مقابل عشرة فلسطينيين ويتضمن الاتفاق أيضاً عودة نازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال وإعادة إعمار القطاع البث الإسرائيلية أضافت أن وقف النار قد يمتدن نحو الستة أسابيع هل الحماس وقفت عند الشرط ده؟ ما وقفتش أول أهم حاجة يتم الإفراج تاني حاجة قال لك ثاني واحد بسي يا حماس بتقول إن الناس ترجع تاني لشمال غزة مايرجعوش لشمال غزة يعني الناس اللي محطوطة في الرافح دي يرجعوا تاني لشمال غزة؟ لا مايرجعوش لشمال غزة خلي بالك حماس عشان ما اعترضتش على الشرط الأول أمضل علاقة الشرط التالي مفيش عودة للمدنيين في شمال قطاع غزة اللي موجودين في شمال قطاع غزة يفضلوا موجودين إنها مايتمش زيادته أو الناس اللي افرافح مايتمش الإفراجة عنهم أو مايرجعوش لشمال قطاع غزة فده تاني شرط الظاهر كده إن حماس يعني إيه قابلة للتفاوت شوية شوية بس رأيه تعمل إيه بقى؟ عملت مقزرة عشان تبوزوا الهدنة دي وقبوا المنازل عشان بس بقول لك يعني المقزرة دي هي إما بعلم تانيهو هي مش بعلم الناتنية في حد بيبوازوا الصبقة إزاي؟ بص يا سيدي اللي حصل وحكم إنت بنفسك أول حاجة فيه ممر إنساني إسرائيل عاملاه لإيصال المساعدات للناس اللي هم عند شمال قطاع غزة أو الكرب من شمال قطاع غزة على فكرة المساعدات دي مش راحة للفلسطين اللي فرافح فقط لا دي قرب من الناس اللي موجودة في شمال قطاع غزة فعملين ممر إنساني بتمشي فيه العربيات اللي هي شايلة مساعدات عشان تصل للنقطة الإنسانية دي جوجش الإسرائيلي بيرائب وبينظم الدنيا وزي الفل وتمال خد بال الفلسطينيين على حفة المجاعة إما كنت في مجاعة أصلي الناس دي مش لاقيها لا أكل ولا شرب ولا أي حال مشارضية 2 مليون فلسطيني مشارضية إسرائيل سمحت بقت كان 30 عربية ناقش شايلة مساعدات من معبر رفح تكش بقى إيه على الفلسطينيين ثم مر الآمن ده دخلت 30 عربية أول ما دخلوا الناس مش لاقيها جعنين فراحوا يتجمهروا على العربيات لما راحوا يتجمهروا على العربيات تخيل حضرتك عملوا فيهم إيه فتح عليهم النار وبالمناسبة لو انت مش مصدقني أو شايف من الوصف ده وصف مش دقيق أو القصة اللي أنا بقولها لك دي يعني قصة خيالية من دماجي بص هو الجيش الإسرائيلي كان بيرائب بالطيران تحلقات المدنيين تجاه العربيات بتاعت المساعدات فزي ما حداك شايف كده دي الصورة اللي عرضتك لها بي بي سي من شاء الله بعرضك البي بي سي بتقولك بص على النقط السودة دي دول بني قدمين هتلاقي نقطة سودة كبيرة كده هي دي عربية عربية مساعدات ومدنيين عملين يحتشدوا عاوزين ياخدوا دي ايه دي يعني هم مش راحين ياخدوا أسلحة بقولك دي فجيش الإسرائيلي فتح عليهم الرصاص وقصفهم بالدبابات كمة الإجرام اللي في الدنيا بيصفوهم هم جعنين بيصفوهم هم راحين ياكلوا بيصفوهم هم وقفين يستنوا أكل صفوهم قتلوا مكلون قتلوا مية واثناشر واحد أصابوا كم؟ أصابوا سبباناستين مجزر ألف واحد بيتصفوا عشان جعنين قالك لا أصلا ماشيين بطريقة مش كويسة فالجنود الإسرائيلي فتحوا عليهم النار ايه رواية جيش الإسرائيلي بس الرواية اللي طلعها جيش الإسرائيلي قالك والله احنا كنا بنحاول نفرد الأمر فالفلسطينيين بوازوا الأمن فاضطرين إن إحنا نطلق طرقات تحذيرية فعشان هم سمعوا الطلاقات التحذيرية دي اللي كان بتضرب في الهواء المدالين جديوا فدسوا علي بعض عملية دهس إنه إحنا ما قلتبناش حال ماشيين حماس طلع البيان تقولك يا جماعة كلامت كلام فارغ لفي ناس اتصفت في الراس يعني هيد شاط يعني الدرس في الراس ده مش ضرب في الهواء أبدا وعمل مطلقات تحذيرية تموت ألف واحد أو تموت مية واثناشر وتسيب سبعمة ستين ما حصلتش ليه؟ إن الناس أصلاً وقفة بقى لها كتير لو كانت عارفة إنها يعني آآ تكسر النظام أو إنها آآ يعني تعمل هرجالة زي ما الناس بتقول أو الجيش إسرائيلي بتقول كتا عملية هامل كتا إحنا ما الناس دي عزل مدنيين آآ اتصفوا اتصفوا مجزرة الجيش إسرائيل بيفتح النقر نعمل أنواع الرعب نعمل أنواع الانتقام طب مين عمل حادثة إيه؟ جيش إسرائيلي بصوا هو اللي عمل حادثة دي هو اللي طلع قال الرواية اللي بقول لها حضراتك عليها إنهم هتطلعوا يضرابوا نار في الهوى فالفلسطينين جريوا داسوا على بعض اللي قالها إتمار بن جفير على فاكرة إتمار بن جفير ملوش علاقة وثيقة بجيش إسرائيل هو له علاقة بالأمن الداخلي السكيوني أو الأمن القومي الشرطة في إيم إتمار بن جفير إنها مش الجيش برغم كده هو اللي طلع قال الرواية وهو اللي طلع حكا إن الفلسطين داسوا على بعض مش الجيش إسرائيل اللي قتله فتحس كده إن الراجل ده متواطئ هو الراجل ده له دور بشكل عبه آخر في المجزرة اللي تمت دي لأن الراجل ده أصلا هدفه الأساسي تهجير الفلسطينيين من جزة كلها طيب حس دي لما حصلت أمريكا تشتري أنهو رواية يعني تشتري الرواية فلسطينية إن إسرائيل هي لصفة المدينين ولا تشتري الرواية الإسرائيلية إن دي كانت عملية الدهس مش أكثر بحقيقة أمريكا نفسها وفقا لخطاب جو بايدن اللي تسأل على الهواء يعني جو بايدن كان قدام الصحفيين فالصحفيين سألوه قالوه إيه رأيك في الحادثة دي هل تفتكر إنها هتأثر على المفاوضات قالوهم آه أنا عندي علم إنها هتأثر على المفاوضات هتبوز المفاوضات ده حاجة وبشأن مقتل عشرات الفلسطينيين بإن نراني جيش الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على المساعدات قال بايدن إنه يتابع الحادثة عن كسب وإن هناك تقارير متضاربة بشأنها وأكد أن الحادثة ستعقد مفاوضات الإفراج عن الرهائيل تاني حاجة قالوله طيب إنت هتعمل إيه قالولهم والله إحنا لسه عنشوف التقارير ونشوف إيه الدنيا بس طبيعي جدا الحادثة دي هتبوز المفاوضات فأنت عندك كده المفاوضات بتدبرك أو الهدنة في طريقها للخراب بشكل أو باقي زي ما إتمار بن جافير عاوز بالزبط وهو اللي مماشي نتانياه ونتانياه يعتبر كلب إتمار بن جافير بس زي الرواية الإسرائيلية طبع الحكومة هم عاوزين نفيش هدنة عاوزين يتكملوا طب هل في مؤشرات لخراب الهدنة أو بوزان الهدنة الحقيقة آه في مؤشرات النفط النهاردة ارتفع نتيجة إن الهدنة قرابت على فشل النفط ارتفع أسعار ارتفعت ده حاجة التانية لازم تعرف إن إسرائيل مش عاوزة هدنة لسبب بسيط جدا وده اللي قلته مقالة نزلة كده صحيحة ومقالة تانية نزلة نكملها تايمة في إسرائيل بشكل كبير جدا أول مقالة تقول لك والله أصليح يا سنوار عاوز يحقق نصر تكتيكي على إسرائيل ليه يا عم؟ قال لك والله لو حصلت هدنة مجرد ظهور حماس فوق الأرض تاني بعد أربع تشهر أو خمس تشهر من الكتال أنت بتتكلم ده نصر تكتيكي جير طبيعي إن حماس هتعتبر إنها هزمت القوة الإيرانية الإسرائيلية وهزمت إسرائيل وعرفت إنها تتخفى من الجيش الإسرائيلي في نفس الوقت بمنظر بعودة حماس للأهالي وإن هم طالعين في وسط الأهالي ده منظر يعتبر نصر ولازم تعرف إن ابتدى الجيش الإسرائيلي يشكو بشكل أو بآخر إن إسرائيل مش عارفت حق النصر الكامل إن نتنياه ووعدوا بيهم وأكتر من جندي إسرائيلي جيروسلين بوست حاولت تتكلم معهم روحنا والله إحنا كان قادي إحنا مش شايفين خطة إحنا شغالين بشكل عشوائي إنما ما فيش خطة إذا منطارك حماس بس مش شايفينهم ما فيش نصر كامل طيب ليه ما فيش نصر كامل ألا أقول الله لكذا حال أولا لإن جنود حماس بيتكفر حد دلوقتي تاني حاجة إسرائيل بتقول إنها قاترت 12 ألف من جنود حماس لحد دلوقتي حماس وفقا لمصادر صراحت لجريدة ووست جونر قالوا إنهم قاتروا 6 ألف يعني حماس قسرت 6 ألف مين الصح؟ هل قاتروا 12 ألف ولا 6 ألف؟ قال لك والله وفقا لمصادر الأمريكية والمصرية شايفين إن المنتصف بين 12 ألف و 6 ألف هو الأضاق يعني إنت بتتكلم مثلا بحدود 8 ألف 8 ألف من 30 ألف مش رقم طيب ليه؟ قال لك والله لإن حماس بيستخدمه اسلوب تيكتيكي بارع جدا أولا هم بيتجنبوا المواجهات المباشرة خاصة بعد صفقة الهدنة وبعد العملية العسكرية ما دخلت في كان يونس ما بقوش يشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي وجها لوجه بقوا يعملوا كمان أكتر وبقوا يتحركوا بشكل أصغر في وحدات أصغر طب يعملوا كمان إزال الجيش الإسرائيلي قال لك والله بيعملوا حاجة صريفة جدا بيسجلوا صوت الأسرة وهم بيستغيشوا ويحطوا مكبرات صوت في منطقة معينة عشان يستدرجوا بيها الجنود الصهاينة فأول ما جنود الصهاينة يشعروا إن هم قريبين جدا من الأسرة اللي بيستغيشوا بيهم يندفعوا فيتم تصفيرهم حاجة تانية حاجة تانية يقولك بيحطوا الأسرة في أماكن معينة ويسمحوا لبعض من الأشخاص إن هم ممكن يطلعوا إن هم يشوفوا الأسرة هم بتنقلوا يعني بيكونوا مثلا أعضاء حماس لما بينقلوا الأسرة مش بيوروا الموضوع دا لحد بيعرفوا يخفوا الأسرة بس بيقولك ساعات بيطلعوهم فوق الأرض فبعض من مدنيين يشوفوهم فهم بيتنقلوا فيبلغوا إسرائيل فبعد كده حماس تخفي الأسرة دول أو تنقلهم بشكل سري فالجنود الصهاينة بيبقى عندهم معلومة إن الأسرة موجودين في مكان معين فيروحوا يهجموا عليه يلقوا مكان مفخخ وده حصل في أكتر من منزل تم تفكيخه وتفجيره بجنود الصهاينة لأن الحماس كان عندها علم إن الصهاينة هيخشوا من منزل دا بالزاد فكانوا بيفخخوه ويدرابوا فيه الكناين دي عاملة مشكلة كبيرة جدا في جيش الإسرائيلي عاملة خسائر ضخمة جدا في الجيش الإسرائيلي ومش مخلايا الجيش الإسرائيلي عارف أصلا إن هو يصل للنصر المطلق أخيرا آخر حاجة هقولها لحضرتك وهي مقالة نازلة في جيوز المبوست بيقولك إن إيحاس نوار مستعد إن هو يحارب حرب طويل برغم إن هو فوجئ إن الحرب دي مستمرية خمس توتشون بس هو عنده استعداد وحيحارب من الغرفة رقم ستة إيه لغرفة رقم ستة؟ غرفة رقم ستة دي أعمق غرفة فأنفاء غزة كلها يعني دي أعمق نقطة حماس عرف التحفورة ودي نقطة عليها حرس كتير جدا وصعب جدا إسرائيل توصلها طب ما كانها فين قالك في كان يونس طب انت جبت المعلومة دي منين فات يعني إنت طالع تقول لنا أي كلام بأنا بقول لكش حاجة أنا بقول لحضرتك بتقول الصهاينة وصل لهم معلومة دي إن غرفة رقم ستة هي دي اللي بيدير منها يحس نوار الحرب كلها وإسرائيل صعب إنها تبصل لها ده اللي تقال وده اللي واصل عند المخابرات الإسرائيلية في الآخر هل حضرتك ترى إن إحنا داخلين على هدنة ولا داخلين على حرب؟ والمنطقة هتبضل تشتعل ده السؤال المهم جدا وهنشوف الدنيا دي مش فزا صحيح موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة